أهلا بكم مشاهدين من جديد أقدمت شابة تونسية من محافظة القسرين على محاولة الانتحار بعد إدرام النار في جسدها وتعرضت على إثرها إلى حروق بليغة وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية تونسية يتي ذلك بعد يومين على إخدام شاب في محافظة القيروان على إدرام النار في نفسه ما أدى إلى إصابته بحروق بليغة توفي على إثرها في المستشفى عائلة شاب قالت إن فعله هذا جاء احتجاجا على ممارسة الشرطة بعدما أرادت توقيفه فتاة تونسية في العقد الثاني من العمر تقدم على إدرام النار في جسدها في ولاية القسرين وسط البلاد وحسب عدة مصادر تم نقل الفتاة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة وفيما تحاول وسائل الإعلام المحلية والسلطات معرفة الأسباب التي دفعت الشاب إلى إلحاق الأذى بنفسها توفي الشاب متأثر بحروق بليغة في ولاية القيروان بعد يومين من إقدامه هو الآخر على إدرام النار في نفسه وحسب عائلته فقد أقدم الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما على إحراق جسده إثر خلاف جدة مع رجال شرطة أمام مركز أمني في منطقة بحجلة زراعية الفقيرة وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان إقدام الشاب محمد البعزيزي على إدرام النار في نفسه في ديسمبر عام 2010 ليلقى حدفة وهو مشكل شرارة انطلاقة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشر العام الماضي صلط الضوء على تصاعد محاولات الانتحار حرقا في تونس احتجاجا على ترد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وذكر التقرير أن المئات من المقلدين لأسلوب البعزيزي انتهى بهم المطاف في المستشفيات من جانبه كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي الصادري منذ شهرين عن تسجيل 95 حالة انتحار وأكثر من 50 محاولة انتحار خلال السنة الماضية كان أغلبها في صفوف الشباب مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب أرادوا من خلال هذه العمليات الاحتجاج ضد التهميش والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها وفق المنتدى ينضم إلينا من تونس الرئيس الشرفي للجمعية التونسية لعلم الاجتماع وأستاذ علم اجتماع بالجامعة التونسية عبدالسطار السحباني سيد عبدالسطار السحباني أهلا مرحبا بك على الحرة نقف عند الأسباب بداية ما الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة التفكير في الانتحار أو الإقدام على إذاء النفس وهل تعتبر العوامل الأمنية وكذلك العوامل الاقتصادية بضرورة محركة لتساعد أعداد المنتحرين في تونس شكرا على الدعوة أهلا أولا بالنسبة لحالة الانتحار ومحاولة الانتحار في تونس أحدت بعدا جديدا بعد الثورة التونسية للعديد من الأسباب السبب الأول هو أن كلنا نعلم أن السبب المباشر تقريبا لثورة التونسية كان انتحار البعزيزي وفعل الانتحار كان فعلا رمزيا وأخذ في أشكاله أبعاد احتجاجية وهذه مسألة مهمة لكن بعد هذا الفعل تطوروا بشكل كبير أشكال الانتحار ومحاولة الانتحار علينا أن نميز بين الانتحار الفردي ومحاولة الانتحار الجماعي الانتحار الفردي هو شكل من الاحتجاج وتطوروا بشكل كبير ولكنه لم يؤدي إلى نفس التداعيات التي أفرزتها انتحار البعزيزي المحاولة الانتحار الجماعية أخذت شكلا ممسرحا لأن لم نسجل انتحارات جماعية بقدر ما نسجلنا في تونس محاولة انتحار جماعية هذه مسألة أيضا مهمة الربط بين محاولة الانتحار والسلوك الأمني والظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية هذه كلها موجودة بالطبع ولكن لا يمكن ربط أن السبب المباشر للانتحار هو سبب أمني أو في علاقة بالسلوك الأمني بقدر ما يمكن أن نقول أن في تونس الآن وهذا تراجع بشكل كبير أن المحاولة الانتحار والانتحار هو احتجاج على أوضاع اقتصادية وأوضاع اجتماعية مهمة ولكن ما نظرة المجتمع ربما لهذه الظاهرة وكأن المجتمع التونسي مسلم بهذه الظاهرة ويتفرج ويعتبرها ظاهرة ربما للتعبير عن ما يدور في أو لتعبير عن مطالب هذا الشخص في محاولته لإيصال رسالة كانت للدولة أو حتى للعائلة والله هو ثمزز عوقات مهمة جدا في فترة الأولى كان الانتحار كان حدث مهم جدا وينقل إعلاميا وكان حدث كبير جدا في مختلف الأوساط الآن الانتحار ومحاولة الانتحار فقدت قيمتها الرمزية بشكل كبير جدا في تونس يعني هذه الفتاة التي انتحرت وغيرها من الذين ينتحرون يوميا واليوم فقط سجلنا أيضا حالة انتحار أخرى بنفس المنطقة بالقسرين وعلى فكرة أن هناك حتى جغرافية الانتحار يعني أن منطقة الوسط الغربي خلينا نقول القسرين خلينا نقول أيضا وقلية القيروان كل هذه المناطق تشهد حالة انتحار فردية هناك منطقة قفطة تشهد محاولة انتحار جماعية وهنا الفرق بين محاولة الانتحار والانتحار وفي رأيك سيد عبد السطار السحباني ما السبب في أن هذه الظاهرة كما وصفتها أنه فقدت رمزيتها في المجتمع هل هو ربما البعض عن القيم الدينية التي تحرم بالأساس ربما هذه الظاهرة في المجتمع بحكم أن المجتمع التونسي نسبة كبيرة منه مجتمع مسلم أم أن ربما هناك عوامل لا تلتفت إليها الدولة وبالتالي صارت هذه أو باتت هذه الظاهرة ظاهرة عادية من يريد الانتحار أو من يريد ربما شيئا ولا يحصل عليه فينتحر بكل سهولة أنا أتفق معك أن المجتمع التونسي بنسبة كبيرة هو مجتمع محافظ هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثانية وهو أنه فشل كبير وكبير جدا للمجتمع المدني وللمجتمع السياسي في احتواء احتجاجات المواطنين سواء كانوا أفراد أو جماعات دفع بهم إلى الفعل الانتحاري الفعل الانتحاري هو نتيجة فشل المجتمع المدني وفي نتيجة فشل أيضا الأحزاب السياسية وفي نتيجة فشل السلطة في القدرة على بلورة هذه الاحتجاجات وتقبلها والاستجابة إليها يعني أن من يقضى مع الانتحار يعني الانتحار هو فشل ذريع في كل وسائل التواصل وكل قنوات التفاعل مع المحيط هذه مسألة مهمة جدا في تونس يعني في كل حالات أن الانتحار هو فشل كبير جدا لتفاعل الفرد تفاعل المواطن التونسي مع محيطه والوسيلة الوحيدة التي بقيت له هو أنه يعبر عن احتجاجه بفعل الحرق لعله في ذلك يجلب الانتباه ولعله في ذلك يجد من يستمع إليه خاصة وأنه في بداية الثورة أن كل حالة الانتحار ومحاولة الانتحار كان لها صدق كبير جدا وكل الذين حاولوا الانتحار وكل الذين انتحروا استفاد محيطهم القريب أو البعيد من هذا الفعل الآن تغير المشهد بشكل كبير وبتالي كيف يمكن ربما تحكم في أبعاد هذه الظاهرة وهل الدولة بالأساس دور غائب ربما ضمن حدود التوعية وحتى الإنصات مثل ما أشرت إليه سيد السحباني والله البسألة مهمة هي قضية مجتمع وقضية الدولة حين نتحدث عن الفعل الانتحاري أنا لا أقول اليوم في تونس الانتحار يمثل ظاهرة اجتماعية بإذا كان نظرنا إلى حجمها وتكرارها ولكن هناك فعل وهذا الفعل مهم جدا يعني ضروري انخراط الدولة بكل مقوناتها الإعلام المؤسسة التربوية والتعليمية مؤسسة تنشأ الاجتماعية الآليات الثقافية يعني بكل أشكالها يعني بكل في مشروع آخر يفتح باب الأمل ويفتح باب الحياة أمام الجميع لأن المسألة التي لم نتحدث عنها الآن وهو أنه انتحار الأطفال يعني في تونس وهذه مسألة مهمة وهذا يقودنا كذلك إلى جملة تساؤلات كبيرة كذلك في ضمن هذا الملف نكتفي بهذا القدر ونشكرك جزيلا الشكر على وجودك وعلى وقتك معنا سيد عبدالستار السحباني الرئيس الشرفي للجمعية التونسية لعلم الاجتماع والأستاذ أستاذ علم اجتماع بالجامعة التونسية شكرا جزيلا سيدي شكرا شكرا